القيام برحلة إلى الفضاء لرؤية القمر أو حتى أي كوكب آخر قد يكلف ملايين الدولارات لكن ماذا لو قمتم بجولة لكل كواكب الفضاء بينها القمر وزحل بشكل مجاني تماما دون أي تكاليف داخل سينما بانورامية وكأنك تعيش الأجواء كل ما ستحتاجه في جولتك هذه عبارة عن نظارة في آر فردية ثلاثية الأبعاد أو فقط من خلال كمبيوتر ثناء الأبعاد وسيسمح لك المشروع بزيارات افتراضية للكون عبر خريطة افتراضية بما في ذلك محطة الفضاء الدولية والقمر وكواكب خارجية فوق المجرات وما وراءها المشروع التجريبي يعمل عليه باحثون في مدرسة لوزان الاتحادية للفنون التطبيقية تحت اسم عالم الواقع الافتراضي ويجمع أكبر حزمة من بيانات الكون لإنشاء تصورات بانورامية ثلاثية الأبعاد للفضاء والكون كله ويجمع البرنامج معلومات من ثمانية قواعد بيانية تضم ما لا يقل عن 4500 كوكب خارجي معروف وعشرات الملايين من المجرات ومئات الملايين من الأجسام الفضائية وأكثر من واحد ونصف مليار مصدر ضوء من مجرد درب التبانة وحدها النقطة الأكثر تميزا في هذا المشروع أن حداثته وضعت كل البيانات المتاحة في إطار واحد حيث يمكن مشاهدة الكون بمقاييس مختلفة سواء حول الأرض أو حول النظام الشمسي أو على مستوى مجرد درب التبانة ويمكن من خلاله رؤية الكون حتى في وقت البدايات أو ما نطلق عليه الانفجار العظيم وتشكل الكواكب ويبدو أقرب إلى تطبيق جوجل أيرت لكنه خاص بكوننا أما الأمر الأكثر تشويقا في كل ذلك هو أن خوارزميات البرنامج تنتج صورا يمكن أن تظهر وكأنك على بعد متر واحد فقط من المشهد كما لو كنت تجلس وتنظر إلى الكون المرئي بأكمله البرنامج سيطلق قريبا كونوا مستعدين لجولتكم الافتراضية هذا